كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس الأربعاء على تعديل قانون الأزهر ونص التعديل الجديد على عقوبة العزل من الوظيفة لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس يشترك أو يحرد على مظاهرات تؤدي لعرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع آداء الامتحانات أو التأثير عليها أو إدخال أسلحة بالجامعة